بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم عالم الأرواح قبل عالم الأجساد عالم الأرواح قبل عالم الأجساد إلا في حق يبينا آدم فإن الله جل وعلا خلق آدم أولا ثم نفخ فيه من روحه ثم أخرج من ظهر آدم كل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة فهذا ما يسمى عالم الأرواح في ذلك العالم لما خرج الناس لما تخرجت الأرواح من ظهر آدم تلاقت فأصبح بينها شيء من التعارف وتعرف بعضهم على بعض ثم لما أهبطوا إلى الدنيا ما كانت من تلك الأرواح قد التقى في السماء في عالم الأرواح يحصل بينهم الآن ألفة وما كان قد التقى ولم يتآلف في السابق لن يتآلف في الدنيا وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف قيل إن المعنى ما تعارف منها في عالم الأرواح يأتلف في الدنيا وما لم يتعارف وتناكر في عالم الأرواح يختلف في الدنيا وهذا شيء مشاهد محسوس فكم من الناس يا أخي ترى نفسك مندفعا إليه كأنك تعرفه من سنين وبعضهم ربما كان قريبا منك جوارا أو قرابة ومع ذلك لا تجد بينك وبينه ألفة فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف وهذه المرحلة الأولى في عالم الأرواح